السلام عليكم يلا حيهم اليوم موضوعنا عن حدة البصر الشواف ومعرفة السفن والشواف بتشديد الشين والواو هو الرجل الحاد للبصر وراح نتطرق في موضوعنا هذا عن بعض الاشخاص اللي كانوا مشهورين بحدة البصر وكذلك بعض القصص اللي ذكرها سيف الشملام في كتابه تاريخ الغوص على اللولو في الكويت والخليج العربي ومن اشهر الرجال الشوافة في الكويت واللي كان يضرى فيهم المثل احسين البلوشي بحار كويتي غيص يحكون عنه حكايات عجيبة في حدة البصر يقال بانه اذا كان الجو صافي فان البلوشي شاهد مسامير بيوت جزيرة فيلكا او فيلتشا حسب اللهجة الكويتية وهو واقف على ساحل ابني دلقار عند الابراج واما الحاثة الثانية فهي اعجب من الاولى يقل ذهب ابناء النصف في جلبوتهم الى ساحل برغضة المواجه لمدينة الكويت لجلب الحطب وكما يعمل الكويتيين في تلك الفترة فتأخروا هناك بسبب ضحالة الماء فجهزوا واحدة السفن للذهاب لهم ونجتهتهم وكانوا ينظرون الى برغضة بالمنظر لعلهم يشاهدون السفينة وكان حسين البلوشي المعروف بحدة النظر مع الجماعة ولما عرف الموضوع اخذ ينظر بامعان الى برغضة من امام ديوان النصف مباشرة وقال لهم الجالبوت لاحمة وجعتها الماية يعني انها لاسقى بقاع البحر لضحالة الماء فجعتها الماية المد والعجيب اكثر كذلك انه قال لهم الان جاء لهم رجل على فرس وبيده شيء الماء اعطاهم اياه ثم قال لهم الان اخطفوا ارفعوا الشراع قاصلي الكويت ولما وصلوا للكويت اخبروهم الخبر كما ذكر البلوشي وان اللي جاهم رجل بدوي على فرسه واعطاهم صفيحة مملوئة باللبن فهي اللي كانت تلمع اما الرجل الثاني المشهور بحدة النظر بعد البلوشي هو سعد اخو ناهض السحلي يقال بانه شاهد من الزوير قرب جزيرة جنة السفن وهي على تبرات الكاش وتبعد عن الزوير مسافة طويلة بعد جزيرة فيلكة عن الكويت مرتين ومن المشهورين كذلك في حدة البصر هو عبدالله بن عبداللطيف السعيد وكان نأخذه في سنبوك البدر يقال شوف سبحان الله حدة البصر انه شاف بحار يفلق محارة ويجد بداخلها لؤلوة كريمة في بتيل راشد بن احمد الرومي فجاء الى راشد الرومي وبارك له وكان هناك كثير من الشواثة الحادي البصر ويعرفون السفن من بعيد فيقلون هاي سفينة تفلان وتلك سفينة تفلان ومن اشهر هؤلاء الرجال هو سعد بن مبروك المناعي يذكرون بانه في احدى المرات كان سعد مبروك المناعي في بندر المشعاب والطواشين ينظرون بالمنظار اي الدربيل لمعرفة السفن القادمة فكان يعرفها قبلهم ويقول هذه سفينة تفلان وهذه سفينة تفلان وكذلك سعد الجري من سكان قرية تبوح ليفة بصر حاد ويعرف السفن ويذكر سيف الشملان بانه سأل سعد الجري بنفسه عن مدى قوته برؤية معرفة السفن فقال انه يعرفها من علامات تكون بالدقل او الشراع او السفينة ولما طبع خالد بن سفيح الدوسري سنة 1916 ميلادي وطبعتها هذه مشهورة كان سعد مبروك المنائي في الغوص مع حمد المنائي وعثروا على بعض آلات سفينة بن سفيح ويوم شافها سعد قال هذه الآلات تخص سفينة شفتها في نقعة اهلال لكن ما عرف اسم صاحبها وفعلا مثل ما ذكر سفينة بن سفيح كانت ترفع على ساحة نقعة اهلال طيري شرق لله دره على هذه الدقة المتناهية في معرفة آلات السفينة وفي معرفة السفن هذه معلومات بسيطة عن اشهر الشوافين او المعروفين بحدة البصر في الكويت حبيت اشاركها معكم ولي عندها اي معلومات اضافية او ملاحظات او اقترحات او راية ليت يكتب انها في التعليقات في الاسفل او الخاص في السلام نحتاج تفاعلكم وطروحاتكم ونراكم على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة